مساء الخير البيوت أسرار ومن أهم أسرار البيوت أننا مهما اختلفنا أو اتخصمنا نخلي خلافاتنا جوا البيت ونطلعهاش لحد بره مهما كان هو مين بس أسماء بطلق قصة حقيقية النهاردة اكتشفت أن جزها بيطلع أسرارها بره البيت عادي جدا وبيحكيها لكل اللي حواليه لما واجهته باللي عمله قال لها أغرب إجابة ممكن تتقال في موقف زي ده قال لها أنا ما قلتش حاجة الجنية اللي علي هي اللي قالت طب يعني إيه الكلام ده طب في حاجة أسمع كده تعالوا نشوف أسماء بعدها تقول لنا إيه اسمي أسماء وعندي 26 سنة عايشة في مدينة الفيوم وتعلمت تعليم جامعي أزهري أثناء الدراسة كنت برفض أي حد يتقدملي عشان ما نشغلش بأي حاجة وبقى متفرغة للدراسة وبس والحمد لله اتخرجت بتقدير عام جيد جدا وعملت ديبلوما تربوية كمان اتخطبت السنة اللي فاتت خمس شهور واتجوزت في نفس السنة جواز صالونات وكان سني وقتها 25 سنة هو كان عنده 33 سنة ومع معهد خدمة اجتماعية وبيشتغل في شركة توزيع أدوية وسألنا عليه كويس وعرفنا ان هو وأهله ناس كويسين جدا وفقنا على كل الاتفاقات سهلنا عليهم الأمور جدا ومشينا بمبدأ خدوهم فقرة يغنيهم الله وطلبنا منه دهب قليل ومؤخر قليل قال لنا انا هنشيل قطين بس قط النوم وقط الصالون ومش هقدر أجيب قطة أطفال ولا قط الصفرة قلنا مش مهم هنجيب ترابيزة صغيرة ناكل عليها ونحط الكرسين بلاستيك وقط الأطفال لما يبقى يجي الأطفال ربنا يسهلها قال لنا مش هقدر أجيب شقة في الفيوم وعندي شقة في بيت أبويا هتجاوز فيها وكانت في بلد من الأرياف وقلنا له ما فيش مشكل وفرنا له كتير قوي وفي فترة الخطوبة ما كنتش بطلب منه حاجة نهائي ولا هدايا ولا مواسم ولا 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 وهو ما كانش بيجيب حاجة من نفسه غير كيس الفكهة اللي كان بيجيبه لما كان يزورنا في فترة الخطوبة اللي هم كانوا خمس زيارات في الخمس شهر خطوبة بعد الجواز بدأت المفاجئات ليلة الدخلة قضها عياط ونكد لما أهلوا طلعوا في الصباحية عشان يتطمنوا علينا لقوا بيعيط رحوا كلهم عياطين معاه وأنا بقيت وقفة في زهول مش فهم حاجة أبوه قال انت أكيد يا ابني مربوط أنا هجب لكم شيخ وبالفعل جاب لنا شيخ وقعد يقرأ علينا وكتب لنا على تعليمات نعملها زي أننا نختسل بمية مقرؤ عليها قرآن نرش في أركان الشقة كمان لما سألني هتقولي لأهلك إيه لما يجوا قلت له ما تقلقش أنا هقف جنبك ومش أجيب سيرة الأهلي عن أي حاجة وفعلا أهلي جم يزورونا تالت يوم تالت يوم جواز لما سألوني قلت لهم كل حاجة تمام وفضلنا ماشيين أنا وهو على التعليمات بتاعة الشيخ لمدة أسبوع بس للأسف فضل زي ما هو كان عنده رهاب أنه يقرب مني أصلا فضلت عايشة معاه بنت بنوت ست شهور والغريبة أنه عيرني على الرغم من أنه مشكلة منه وجاب العيب فيه فأنا طبعا اتضيقت ونهرت من العياط لحد ما خدني عند الدكتورة دكتورة أمراض نسا عشان تعمل اللي هو فشل فيه اتفق معي ما جيبش سيرة لحد من أهلي ولا من أهله بل اللي حصل عند الدكتورة وانا وفقته وسترت عليه وكبرته قدام أهلي وقدام أهله وكان كل ما يقرب مني ويفشل يعطي عايط ورغم كده كنت بطبطب عليه واستحملته كتير كل ما أهلي كانوا يسألوني عاملين إيه أقول لهم تمام وزي الفل كنت دايما وقفة في ظهره لكن الأسف هو ما كانش عايز كده كان عايز الموضوع ينتهي بأي شكل عشان الإحراج اللي كان بيتعرض لي كل ما يقرب مني كان كل شوية ينكد علي من غير سبب يفضل يتلكك على حاجات تفهى عشان يكرهني في العيشة وأطلب أنا الطلاء لحد ما حصل حمل بمعجزة بعد توجيهات ومساعدة الدكتورة اللي كنا بنروح لها وكانت مساعدتها يا دوب كافية إنه يحصل حمل بس بس برضو كان زي ما هو مريض وعنده مشاكل وأول ما أهله عارفه إني حامل في بنت زعله جدا لدرجة إن أبوه ما كانش بيرد علي السلام وغير معاملته معايا وقال لي كان نفسي في ولد يكون ظهر وسند كان كل شوية عيرني بالعيشة معايا ويقول لي أنت في نعمة غيرك بتتشتم وتتضرب والدليل على كده شو في أمك بيحصل فيها إيه وجارتنا فلانا وفلانا وكان بيحسسني إن أنا دايما نعيب أعلي عشان أنا مش بشتغل كل شوية يقول لي أبويا كان عايزني أتجوز واحدة بتشتغل زي مراتات إخواتي شايف أخواتي عايشين إزاي على الرغم من إني كنت يعني مقدرة ظروف وحالته المادية ورادية بيها ويشهد ربنا إنه مفيش مرة طلبت منه حاجة فوق طاقته مع إنك كان بيبقى نفسي في حاجات كتير قوي ما كنتش بقوله عشان ما يحسش بالزمن أو إنه مقصر معي تخيالي يا سالي متخيله طبيعي إن أي واحدة بتغير هدومها قبل النوم وتلبس حاجة ترياحها في النوم مش هتنام بالهدوم اللي كانت وقفة بيها في المطبخ لما كنت عمل كده وغير هدومي قبل ما نام كان يقولي أنت عايزة مني إيه كان في بعض الأحيان بيطلب مني إنه قلب سعباية سودة وطرحة سودة وأنام بيهم وده طبعا كان بيبقى ضد رغبتي مع ذلك كنت بسمع الكلام وعشان أرضي ما يزعلش مني ولما أنا أقوله مش هتروح تتعالج كان يرفض بشدة ويعلي صوته علي ويزعق لي ويقولي أنا ما عنديش حاجة أنا كده ومش هتغير عجبك عجبك مش عجبك كل واحد يروح لحايله بقى ده غير مشاكل تانية بتتعلق بالنظافة الشخصية زي إنه كان بيحب يأكل بصل كتير وكل ما يقرب مني بحس إنه يغم علي طلبت منه كذا مرة بطريقة كويسة إنه يغسل سنانه بالفرشة والمعجون بس كان بيرفض تماما ولما رحت اشتريت له فرشة ومعجون رفض إنه يستعملهم ومن أكتر الحاجات اللي كانت بتضيقني إنه كان بيبص على ستات بر ولما بنروح شقتنا كان بيقعد يضيقني بالكلام ويقولي كان نفسي شكلك يبقى زي شكلهم والأمور بيننا فضلت تسوق وتكبر كل شوية خصوصا إنه أبوه وأمه وأخواته كل شوية كانوا بيشكروا فيه سواء قدامنا أو من ورانا كانوا بكل شوية يقولوا يا بختك مراتك دي أنت محظوظ بيها أنا ما كنتش عارف إنه هو من النوع اللي بيغير وفضلت الغيرة دي تجبر 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 لحد ما وصلت لكراهية من ناحيتي فيعمل إيه بقى يعيش معايا بوشين يتحك في وشي ويعملني عادي ومن ورايا يشوه صورتي قدام أهله ويقول عليها كلام ما حصلش لحد ما عمل فتنة كبيرة بيني وبين أبوه وأمه وأخواته الرجالة عشان مش متحمل إنه بقى كويس هو عنده مشاكل وخلاهم كرهوني بالكذب واللفترة فاحلفت لهم عالمصحف إني ما قولتش الكلام ده قولت له احلف عالمصحف احلف إن الكلام اللي قلته على الثاني ده طلع مني فامتنع عن الحلفان عشان عارف إنه كداب ده غير إنه طلع أسرار قط النوم بعد ما سبت البيته ومشيت وتكلم عن حاجات خاصة بي وما يصحش تتقال قدام أبوه وأمه وأخواته بعدين رجع يقول لي مش أنا اللي اتكلمت ده الجنية اللي علي هي اللي اتكلمت وفي الحقيقة هو عمل كده عشان ينتقم مني لإني اتكلمت عن مشكلته وقلت لأهلي وأهله عن دكتورة أمراض النساء اللي رحنا لها وحكت لهم كمان إنه كان عامل جامعية بعشر تلاف جنيه من وراهم فهو ما لقاش حاجة ينتقم بيها مني عشان اتكلمت عن كل ده غير إنه يطلع أسرار قط النوم قدام أهله ودلوقتي أنا قاعدة في بيت بابا من شهر مايه اللي فات وهو مش عايز يبعط لي مصاريف عشان العلاج اللي باخده وأنا حامل والكشف والمتابعات فرفعت عليه قضية نفقة زوجية وأول ما وصله الإعلان من المحكمة بالنفقة فرح رفع علي قضية إنذار طاعة عشان يسقط النفقة من عليه دلوقتي أنا عايز أخلص منه لإني مش قادر أكمل معاه أنا قلت الأهلي وأهله أنا مش قادر أكمل حياتي معاه شانده مريض نفسي وما يتعشرش ولما قلت كده أهله زعله قولولي أعمل إيه من حد هنا خلصت بقى إيه رسالة أسماء رسالة صادمة غريبة جدا من أغرب الرسائل اللي جات لنا هنا في قصة حقيقية مش عارف مش عارف العيب في مين ومبسوطة إن احنا بنتكلم في الكلام ده مبسوطة إن احنا بنتكلم فيه بمنتهى الأدب والاحترام والموضوعية والحيادية اللي هننحاز لحد على قصات حد يعني لقصات حد أو إن احنا نفكر إن احنا نخرج برة الإطار الاجتماعي في البرنامج بس بتحصل كتير مش نسكو التاني العيب في مين على الزوج اللي حياته مليانة كذب واتهامات وغيرة ولا على بطل القصة حقيقية النهاردة أسماء استحملت بزيادة صح بدرجة إن أنا حتى وانا عمالة أقرر رسالتها فيه كام تفصيلة كده عادت أقول يا بنتي كام بنت أصلا ممكن تصبر وتستحمل وتمر بلايه مارة بيه ده عشان الناس هيقولوا إيه احنا ينفع نتكلم في الحاجات دي ينفع نقول كده ينفع نتكلم على الناس كده فانا اتدمر إحنا طب فيه حاجة اسمها إن الزوج يوقع بين مراته وأهله عشان غيران طب فيه حاجة اسمها إنه يطلع أدق التفاصيل وخصوصية جدا تكلم عليها في ظهري قدام أهلك تقولي الكلام ده ويقول لك أصل الجنان اللي عليها اللي قالت مش هو اهه طب فيه حاجة اسمها كده طب معقول واحدة صبرت معاك واستحملت وكان بتاخدك في حضنة وانت بتعايت جدعة يبقى دين هايتها طب الطفلة بقى اللي في بطنها ده زنبه ايه بتاخدوا تعليمات من الدكتورة على ايه يا دوبك نخلف تخلف يا ليه انت كمان طب وانت بشتش المسؤولية كل بيحصل ده وطفلة مجاش أصلا مفروض كانت تحمل يا طرى بقى بعد الكل ده هتستحمل وترجع عشان ابنها عشان المجتمع ما يقولش مطلقة عشان الطفل يتربى تربية سويا هي هتتعب طب الزوج ده هيسكت بعد ما طلبها في بيت الطع حكاية عمالة تكبر اسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة